مرحبا واضح أنا البطل محمود حجازي مرحبا واضح معكم فاتمة رعشلي أم محمود البطل في 2018 بدل ما أعمل عيد ميليد لمحمود حبت أعمل حفلة كتير كبيرة بتضم مختلف الأطفال من مختلف التحديات فكان التحدي الكتير كبير باختيار الألعاب لأنه كان في أطفال داون فندرام كان في أطفال عندهم شلل دماغي كان في أطفال توحد فنحنا كنا حريصين أنه نحنا نلعب بالألعاب الموجودة كلنا سوا وهون نشأت فكرة أنه نعمل مرجوحة خاصة بأطفال الشلل تعذبنا كتير للاقينا مرجوحة أول شي حاولت أطلبها من الصين طلعت كتير غالية وبتكلف تاكسز كتير فجبت صورة واحدة جاهزة من الصين وحطيت إعلان عندي على الصفحة على الفيسبوك أنه أنا بدي حداد يقدر يطبق هيد المرجوحة بلبنان وفعلاً تواصل معي حداد وقدرنا ننفذ مرجوحة أحلى من المرجوحة اللي أنا حطيتها حتى بالصورة كررت أنا ساعد مدام فاتن لأنه أنا في عند بنتي مع أوتزم وحسيت أنه في شي بيربطني لينك بيني وبينها ونفس القضية نحنا عم نساعد العالم لأجله والحمد الله قدرنا نصمم مرجوحة وقدرنا نوزعها وقدرنا نضحك هالولاد ومتمنى منهم أنه يساعدونا حتى نقدر نكمل ونستمر بهيد الحملة لما شفت فرحة الولاد على الأرض صرت تفكر أنه ليش ما أعملها مبادرة عالمية تصير مبادرة بالعالم العربي كله وبنفس الليلة قبل ما نام أطلقت مبادرة مرجوحة وضحكة بالعالم العربي وأول بلد تبنتها ما كان بعدنا كم ساعة حاطتتها هي الأردن من خلال الجروب على الفيسبوك ومن بعد الجروب الفيسبوك تبنتها جامعية بالأردن وفلسطين وسوريا وتونس وعبال عن باقي البلاد مبسوط؟ مرحي مبسوط؟ مرحي صحيح هي مرجوحة فكرة كتير بسيطة بس الرسالة من خلالها هي أكبر بكتير من فكرة مرجوحة هي إثبات وجود للطفل المختلف بالمجتمع خلونا نعمل مراجيح ونفرح أكبر عدد من الأطفال كتير بمبسط إنه مثل ما ابنا عم يتمرجح ومبسوط في كتير أطفال بسببه عم تتمرجح ومبسوطة بكل العالم العربي